أحياناً بتحول الخرطة لتحفة مش بالسحر ولا بالفلوس لكن بفكرة بإصرار وبحب التفاصيل اللي هتشوفه دلوقتي مش فيلم ولا إعلان يا رحلة حقيقية بدأت من عربية شبه ميتة وانتهت بحاجة أسطورية كونجزيك جيسكو تعالوا نشوف إزاي حاجة ما كانش لها تمن بقت واحدة من أغلى العربيات في العالم أنا محمد حمدي وفي الفيديو ده هناخدكم في رحلة بناء مش عادية وقبل ما نبدأ دوس لايك واشترك في القناة لو لسه جديد وما تنسى اشتفاع الجرس عشان توصلك الفيديوهات أول بأول ويلا بينا نبدأ في البداية الشباب هتبدأ تصنع إنشاسيه هيبدأوا إنهم يجيبوا ألواح من المعدن وطبعاً مع شوية حسابات عشان تثبطوا الأبعاد هيبدأوا إنهم ياخدوا المؤسات عشان يحددوا أماكن القطع على كل منبر بعد كده هيبدأوا يقطعوا كل الأنابيب المعدنية وطبعاً عشان الشغل يكون مصبوط هيبدأوا إنهم يدوا كل منبر منهم كود عشان يساهلوا على نفسهم عملية تكبير الشاسيه طبعاً العملية دي بتاخد وقت كبير جداً وده لإن المرة دي الشاسيه مش هيكون مجرد حديد وخلاص لا هيكون معمول بحسابات كويسة جداً عشان يكون آمن إلى حد ما بعد الانتهاء من عملية التقطيع هيبدأوا إنهم يجيبوا قواعدة حديدية وديه اللي هيعملوا عليها الشاسيه بيبدأوا إنهم يجمعوا الممبرات بالأكوال اللي هم حطوها وهيبدأوا إنهم يلحموا كل الممبرز أول بأول في البداية بيبدأوا إنهم يعملوا القاعدة الوسطية للشاسيه بعد كده هيبدأوا يعملوا الجزء الأمامي والمنبرات الصغيرة المحتوطة دي بتكون عشان التدعيم هيقرروا نفس اللي عملوه في الجزء الخلفي وهيبدأوا إنهم يحطوا منبرات تاني في النص عشان يدعموا شاسيه أكتر ودي بتكون قاعدة الشاسيه اللي هيبدأوا بعد كده إنهم يبنوا عليها باقي الشاسيه هيبدأ أول حاجة إنهم يلحموا أوائم الشاسيه وده بيكون الجزء الخلفي هينتقلوا بقى للجزء الامامي بيبدأوا برضو انهم بيعملوا القوايم ويكملوا عليه باتنين منبرز فوق بالعرض واللي في النص لا بيكون المنبر لتحت الداشبورد وهيكملوا الحام في باقي الشاسية كل بايف في الشاسية بيكون له وظيفة معينة اما انه معمول بس عشان الشكل او انه معمول عشان يخلي الشاسية قوي في منطقة معينة او انه معمول عشان يستخدم في تثبيت جزء تاني زي مثلا المنبرز الامامية بتكون وتثبيت السبينشن الامامي والخلفي نفس الكلام وكمان يضيف عليهم تثبيت المحرك فطبعا بعد الشغل كتير جدا ده بيكون شاكل الشاسية النهائي طبعا هيبدأوا الاول انهم يصنفروه عشان ما يكونش فيه اي جزء حاد بعد كده هتم دهانه لمنع الصدق هننتقل بقى بعد كده لتصنيع السبينشن اول حاجة هيبدأوا انهم يعملوا جلب المساعدين في الوصلات بتاعتهم اول حاجة هيبدأوا انهم يقطعوا انابيب صغيرة واللي هنعرف بعد كده ان الجزء ده هو المسؤول عن تثبيت زراع المساعد هيبدأوا بعد كده انهم يتغطوا الجلب في الوصلات بتاعتها وده بيكون شاكلهم النهائي بعد كده هيبدأوا انهم يقطعوا بعض كتر الشيط متلز وياخدوهم مسكبوهم على الدليل واللي بنعرف ان ده قاعدة زراع السبينشن بعد كده هيتم لحمها في الشاسية طبعا كل عجلة بيكون لها اربعة اتنين فوق واثنين تحت وده بيكون شاكلهم النهائي بعد كده هيفدأوا انهم يتجيبوا العجلة ويحطوها عشان ياخدوا مأسات الارماط الصحيحة وبعد كده هيجيبوا انابيب ويعلموا المأسات عليها ويبدأوا انهم يقطعوها وياخدوها ويبدأوا انهم يلحموها مكانها عشان تكون موصلة بين العجل ونقطة التثبيت طبعا بيعملوا الكلام ده في كل العجل فيبدأوا بعد كده انهم يضيفوا جزء ثاني في المنتصف وده عشان التدعيم وده بيكون الشكل النهائي لأرماط السسبنشن هيبدأوا بعد كده إنهم يعملوا الطاب البوش رود وده نوع من أنواع السسبنشن وده اللي بيستخدم في سهرات السباق والسوبر كارز عشان يدي ثبات أعلى في المنعطفات هيبدأوا إنهم يرسموا الأشكال اللي هقطعوها على الحديد وبعد كده هيبدأوا إنهم يقطعوها عشان في الآخر تدي الميكانيزم اللي هستخدم في السسبنشن وده بيكون شكله بعد كده هلحموا كل حاجة مكانها وهبدأوا إنهم يجيبوا أنبوب حديدي ويحطوه في المنتصف عشان يدعم الممتعة دي وده لإن هيكون عليها ضغط كبير جدا وعلى نفس الأنبوب ده هيبدأوا إنهم يثبته السسبنشن ذات نفسه وده بيكون شكل بتاع السسبنشن بعد كده هيبدأوا إنهم يعملوا الأرم اللي بيوصل ما بين الاثنين وطبعا الطول بتاعه بيكون متغير وده بيكون شكله النهائي هيكرروا نفس العملية دي في كل العجل بس طبعا في الجهة الخلفية هيبدأوا إنهم يزودوا كمان السسبنشن لإن وراء بيكون موجود المحرك وده بيكون تقيل جدا وده هيساعد كتير قوي إن العربية تكون مرفوعة من وراء كويس طبعا السسبنشن الخلفي ده هيتحط بشكل عمودي على السسبنشن اللي كان بتركب وده بيكون شكله النهائي وهيبدأوا إنهم يركبوا العجل عشان يتستو دوران العجل ذات نفسه وده بيكون الشكل النهائي للشاسيم على السسبنشن هيبدأوا إنهم يركبوا العجل عشان يأخذوها ويطلعوا بيها برا عشان يتيسطل suspension وليه بيكون تستل suspension الشباب دول هيبدأوا إنهم يدوروا لحد ما يلاقوا عربية يوتا قديمة هيأخذوا العربية دي ويطلعوا بيها على الجراش طبعا هم أهم حاجة بالنسبة لهم في العربية دي هو المحرك هيبدأوا إنهم يفقوا كل الأماكن اللي بتثبت المحرك وبعد كده هيبدأوا إنهم يرفعوا من مكانه ويشيلوا برا العربية وده بيكون المحرك هيشدوه عشان ياخدوه يدخلوه الورشة وهيشغلوه عشان يتأكدوه انه شغال ومفيش فيه اي مشاكل هيبدأوا انهم ينظفوا المحرك لان بعد كده هيدهنوه وده اللي هيمنع المحرك من انه يصد تاني وهيحافز عليه نظيف طول الوقت هيرجعوا بقى تاني للعربية عشان يبدأوا يركبوا بقى القطع هيبدأوا اول حاجة بتركيب الستيرينج طبعا هنا هيجيبوا الستيرينج من العربية التيوتة القديمة وده بيكون شكله هيبدأوا انهم يركبوا الارماط اللي بتتوصل بالعجل بعد كده هيبدأوا انهم يسبتوا للستيرينج ذات نفسه في الشاسية وبن الجهة التانية هيسبتوا الارماط في العجل وهنا هيبدأوا انهم يجيبوا السيرفو بتاع الفرامل عشان يسبتوا مكانه طبعا هنا ما كان التسبيت ذات نفسها تتسبب باللحام وكمان هيركبوا دواست الدبرياش بعد كده هيبدأوا انهم يجيبوا المحرك ويرفعوه عشان يسبتوه في العربية من وراء ما عمل اواعي لتسبيت المحرك هيبدأوا النوم يلحموها في الشاسية عشان يثبتوا فيها المحرك والخطوة دي بتكون خلصة مش هيكون باقي غير تثبيت الكبال اللي بتتوصل بالعجل هيبدأوا النوم يعملها مخصوص لإن هنا طولها هيكون مختلف عن الطول الموجود في المحرك وده بيكون شكله النهائي هيخضوه ويركبوه في المحرك ويركبوه الطرف الثاني في العجل بعد كده هيبدأوا النوم يركبوه مكان الستيرينج الخلفي بس هنا طبعا الستيرينج الخلفي ثابت فعشان كده بيكون متسبق دايريكت في الشاسية هنيجي بعد كده نلاحظ انهم جابوا بعد أجزاء النيوماتيك وده بيكون نزام هوا وهنا هيتم استخدامه عشان يخلوا فيه باور لكل حاجة كل الدواسات والستيرينج هيبدأوا انهم يركبوا دواسات الوقود والفرابل وطبعا هيركبوا عليها أجزاء النيوماتيك دي عشان تديها قوة بعد كده هيبدأوا يجيبوا ردي تير ويركبوا مكانه مع تركيب الوصالات بتاعته وكده يعتبر خلاص بتكون كل الأجزاء الأساسية خلصت هياخدوا بعد كده السيارة ويطلعوا بها بره عشان يعملوا تست وده بيكون التست بتاع السيارة حقيقي الشغل ده جميل جدا بالذات ان الجاسي يعتبر قوي ومحرك السيارة ده قوي جدا بعد كده خلاص هياخدوها ويرجعوا بها تاني هننتقل بقى بعد كده لمرحلة تصنيع البادي في البداية هبدأوا انهم يقطعوا أنابيب من المعدن وهيلحموها مع بعض عشان يعملوا شكل تقريبي للبادي بتاع السيارة الحقيقي شكله جميل جدا بس هم مش يكتفوا بكده هيبدأوا بعد كده انهم يقطعوا ألواح من المعدن وهيبدأوا يحطوه على المعدن ده عشان يدي شكل تقريبي أكتر لبادي السيارة وطبعا هيعملوا كده في كل مكان في بادي السيارة وده بيكون الشكل التقريبي بعد كده هيبدأوا انهم يجيبوا الطين الطين ده هيستردموه عشان يشكلوا بيه بادي السيارة هيبدأوا انهم يحطوه في كل مكان موجود في السيارة في البداية هيشكلوا بأيديهم ده بس مجرد انهم بيمدوا الفراغات اللي موجودة في البادي بعد كده بيستخدام أدوات النحط الدقيقة هيبدأوا انهم ينحتوا كل جزء موجود في البادي بدقة كبيرة جدا طبعا الكلام ده بياخد وقت كبير قوي وكل ده بس عشان يعملوا البادي بدقة كبيرة وده بيكون شكل القالب النهائي هيبدأوا بعد كده انهم يرش القالب ده بلون وكمان هيبدأوا انهم يقطعوا الاجزاء اللي بتكون متحركة زي الباب والكابوت بتاع السيارة بعد كده هنتقلوا لمرحلة الفايبر جلاس هيبدأوا انهم يحطوا فيبر جلاس على الطين ده كله من برة عشان يعملوا قالب للسيارة طبعا الفايبر جلاس ده بيقعد ايام كتير جدا عشان يجف بعد ما الفايبر جلاس بيجف بكده بيكون خلاص يتكون القالب هيبدأوا بقى بعد كده انهم يفقوا كل جزء موجود في القالب ده وكده بيكونوا عملوا قالب فيبر جلاس لباضل السيارة وده هيكون جاهز عشان يستخدموه ويصنعوا بيه باضل السيارة ذات نفسه بس طبعا في البداية القالب ده هيمر على مرحلة تنظيف من الطين ده بعد ما بيتم تنظيفه هيجيبوا القالب ده ويبدأوا انهم يجمعوا كله عرفيا كأنهم بيجمعوا قطع من البازل بس فعلا هي دي بتكون طريقة تصنيع باضل السيارة من الفايبر جلاس قبل ما يحطوا طبقة الفايبر جلاس الداخلية هيبداولنهم يرجحوا القالب ده من جوا تاني بعد كده هيبداولنهم يضيفوا الفايبر جلاس من الداخل وايصيبوه عشان يجب في مدة كبيرة جدا بعد ما الفايبر جلاس بيجف هيبداولنهم يشيلو كل القطع الزائدة وده لانهم بعد كده هيبدأوا يشيلوا القالب الخارج ده لانه كده خلاص ما بقاش له اي لازمة وبكده خلاص بيكون معاههم بادي سيارة الكونيكزجزكو النهائي بس طبعا لسه الشغل مخلص هبدأ الأول إنهم يصنفروا البادي ده وينعموا من الخارج وبعد كده هيضوا البادي طبقة من المعجون عشان يملو كل الفراغات اللي موجودة وهيرجعوا يصنفروا الطبقة دي تهاني عشان تكون نعمة الشغر ده كله عمره مكان سهل لا الشغر ده بياخد مجهود وقت كبير جدا وفي النهاية بيدهنوا البادي طبقة الدهان مبدئية بعد كده هيرجعوا تاني للسيارة وهياخدوا البادي ويركبوا على السيارة عشان يتأكدوا إن المقاسات كلها مظبوطة ومتناسقة 100% وده بيكون شكل السيارة بعد كده الشباب دي هتبدأ تعمل بقى الأجزاء اللي موجودة في فجل السيارة زي البومبر الأمامي والبومبر الخلفي والسبويلر والرفارف وكمان الإبواب حاليا نبدأ واحدة واحدة في البداية هيعملوا البومبر الخلفي عن طريق إنهم هيجيبوا قطعة من الفايبر كلاس ويبدأوا إنهم يصلبوها وهيقطعوها ويعملوا بها شكل البومبر الخلفي وده هيكون شكله كمان هيبدأوا إنهم يعملوا شكل خلفية السيارة برضو من تعطيع الفايبر جلاس المتصلب وده بيكون شكلها بعد كده بقى هنتقلوا لجزء مميز جدا اللي هو أبواب السيارة أبواب سائرات كونكزيت معروفة بطريقة الفتحة المسائية جدا وهنا الشباب دول هيبدأوا إنهم يعملوا الطريقة دي في السيارة بتاعتهم في البداية بيبدأوا إنهم يقطعوا الأبواب من بضي السيارة عشان يقوموا مفاصل يبدأ واحد منهم إن يرسم الميكانيزم اللي مستخدم في العملية دي هيبدأ إن يرسم أول جزء على الحديد بعد كده هيبدأ إنه يقطعوا وده بيكون شكله بعد كده هيبدأ إنه يلحم الأجزاء كلها في بعض لكنه قبل ما يثبت أي حاجة هيعمل قاعدة للتثبيت في الشاسية وده اللي هتكون متثبت عليها انفصلة الباب الأساسية وده كده بيكون أول جزء انتهى هيجي بقى أن تحكي اللي تاني جزء واللي هو بيكون من الشكل ده طبعا ما تركيب فيه بيفل جير عشان ينقل حركة فتح الباب وده بيكون شكل القطع النهائي واللي المفروض إنه يتحرك بالطريقة دي وكده هيعتبر خلاص فصلت الباب بالكل انتهت هيبدأوا بعد كده إنهم يركبوا الباب تاني مكانه عشان يتستوا فتح وقفل الباب وده بيكون شكل أبواب السيارة وهابتة فتح حقيقي شغل جميل جدا وده يبين قد إيه الشباب دول بيشتغلوا بحرفية كبيرة بعد كده بقى هينتقلوا لتصنيع السفولر الخلفي للسيارة في البداية هيا يبدأوا إنهم يعملوا الاسفولر من أنابيب من المعدن وبعد كده هيا يجبوا طين عشان يبدأوا إنهم يشكلوا الاسفولر بذاك نفسه وفوق الطين ده حيحطوا طبقة الريفايبرجلاس الخارجية اللي هتكونوا أخدا الشكل كله طبعا بعد ما طبقة الريفاي بى الجيف بيبدأوا إنهم يشيلوها عشان أن ن limbهوا الطين الداخلي وهيرجعوا طبقة الريفايبرجلاس تاني مكانها عشان تملى الفراغات واول لما بيخلص بيرجعوه تاني مكانه وطبعاً الاسبورل المتحرك بيتفتح وبيتقفل وده بيكون شكله النهائي بعد كده هنتقل جزئية مكسورة السواق في البداية خالص بيشيروا سقف العربية عشان تكون قابلة انها تبقى عربية كوبية بعد كده يبدأوا انهم يفنشوا العربية من الداخل هيجيبوا الطين ويحطوها على كل المنبرز اللي كانت معمولة عشان يشكلوا طبقات تكون نعمة وتاخد الشكل الخارجي وهيحطو عليها طبقات الفايبر جلاس وده بيكون شكلها بعد كده هيجيبوا السقف اللي هم شالوه من الأساس هيبدأوا برضه انهم يعملوا من جوة طبقة فايبر جلاس وده اللي هيدي للسيارة واقعية أكتر لانها كده هتكون واخدى شكل الحقيقي من الخارج ومن الداخل بعد كده هيبدأوا انهم يعطعوا كبوت السيارة الأمامي عشان يركبوا فيه انفصلات ويدعموا من الحديد من الداخل طبعاً هيبدأوا يعملوا طبقات تاني من الفايبر جلاس عشان يزيدوا التفاصيل والواقعية هيقرروا نفس العملية مع الكبوت الخلفي بس هنا الكبوت الخلفي بيتفتح بميكانيزم مختلف بس طبعا الفن والإبداع بيكون موجود وده بيكون شكله النهائي هيسيبوا كل ده ويبدأوا إنهم يخشوا للسيارة من جوة كابينة السواق وقوام السيارة وكل التفاصيل اللي عين السواق بتشوفها برضه في البداية بيبدأوا إنهم يجيبوا الطين عشان يشكلوا كل حاجة ويضيفوا من بره طبقة الفايبر جلاس كمان هيبدأوا بالمعدن والبلاستيك يشكلوا الداشبورد بتاعت السيارة ويضيفوا عليها طبقة التين عشان يشكلوها ويعملوا بالفايبر جلاس نفس الكلام بتكرر جوة كبينة السواق كلها حتى الكونسول الوسطي اللي بيكون موجود عليه عصاية الغيارات كمان بيعملوا بنفس الطريقة وده بيكون شكله النهائي كمان هيبدأوا إنهم يعملوا أبواب السيارة من الداخل زي ما تعاملت من الخارج هرتعمل برضه من الداخل هبدأوا إنهم يشكلوا الشكل الداخلي ده بالبلاستيك والحديد وهيضيفوا عليه ورضه طبقة التين عشان يشكلوه من جوة وهيحطوا عليه طبقة الفايبر جلاس الخارجية وده بيكون شكله النهائي بحقيقة أنا شاف تفاصيل كتير جدا وده إندال فإنما يدل إن فيه إبداع وده كمان بيكون شكل الأبواب وهي بتتفتح هينتقلوا بعد كده عشان يعملوا إجزوست السيارة سيبك بقى من الإجزوست اللي كان متركب في المحرك لإن هنا هيتعمل إجزوست مقصوص للسيارة بعد كده يبدأوا إنهم يعملوا عجلة القيادة بتاعة السواق في البداية بيجيبوا أنابي حريضية وبيتنوها عشان تأخذ شكل الخارجي وبيقطعوا القطع من الحديد عشان يدفلوها وده بيكون الفريم بتاعها بعد كده هيبدأوا إنهم يضيفوا عليها طبقة التين وهيشكلوها بكل دقة واحترافية عشان تقوموا طبقة للشكل الحقيقي ويضيفوا عليها طبقة الفايبر جلاس وده بيكون شكلها النهائي بعد كده بقى هنتقلوا لتصنيع كشفات السيارة في البداية بيبدأوا إنهم يعملوا قوالب للكشفات ذات نفسها عشان تأخذ الشكل الحقيقي وطبعا القوالب بيكون فيها كزا لون وفي هنا بيتم دمج الألوان في بعض وبتكون معمولة بترتيب معين وده بيكون شكل القوالب بعد ما تعملت بعد كده هيبدأوا إنهم يعملوا القوالب الزاخرية للكشفات وده بيكون غير القوالب الفارجية برضو هيعملها بطين ونحطوها وده بيكون شكلها هتخطى بقى عملية التصنيع نيه لإن كل حاجة بتتكرر بس بجد دايما كل اللي بتكرر هو الإبداع فده بيكون شكل الكشفات النهائي بعد ما القوالب خلصت وكمان ادهنت باللون الأسود وتضاف عليها الكشفات كده بيكون تقريبا خلص حوالي 90% من السيارة هيبدأوا بقى آخر حاجة إنهم ينعموا السيارة من برا عشان تخش مرحلة الديهان هيبدأ إنهم يعدوا السيارة لمرحلة الديهان هنا السيارة هتاخد ثلاث ألوان اللون الأسود والأحمر والأغدر طبعا السيارة بتدهن بكذا طبقة مش بتدهن على طول بالطبقة الرئيسية هتخطى بقى عملية الديهان وأوريكم الشكل النهائي وده بيكون الشكل النهائي بعد ما السيارة ادهنت بعد كده هنتقلوا لآخر حاجة وهي إعادة تجميع كل القطع بتاعت السيارة في البداية هيركبوا السبويلر الأمامي وعد كده هيركبوا برضو الساسمنشن الأمامي وبرضو هيركبوا الساسمنشن الخلفي وكمان هيركبوا العتب بتاع السيارة كمان مع تركيب ديسك فرامل كبير تم تصنيعه يدوي واركبوا برضو كشفات السيارة والسبويلر الخلف العملاق وكمان البمبر الخلفي وبرضو هيركبوا الاكزوست وكمان مريات السيارة والكشفات الأمامية كده بقى مش باقي لحاجة واحدة ألا وهي كراس السيارة كمان هيبدأوا انهم مشكلوا كراس السيارة بالمعدن والبلاستيك ويعملوا فوقها طبقة من الطين عشان تاخد التفاصيل ويضيفوا عليها طبقة الفايبر جلاس الخارجية عشان تاخد الشكل النهائي طبعا حابب أفكركم أن طبقة الطين اللي بتعمل دي بيتم إزالتها أخيرا وليس أخيرا بيكون باقي حاجة واحدة بس ألا وهي تنجيد السيارة بالكامل كل حاجة عملتها هيتم تنجيدها بالجلد عشان السيارة تكون فخمة للداخل هيتم تنجيد التاش بورد والكراسي وكمان أبواب السيارة وكمان ديريكسيون السيارة كل حاجة بتاخد التفاصيل بتاعتها وده بيكون شكل الأبواب بعد التنجيد ودي بتكون الداش بورد ودي بتكون الكراسي حقيقة الشغل ده جميل جدا وأكيد خدمة جود كبير بعد كده هيبدأوا أنهم يركيبوا الداش بورد دي تاني مكانها وكمان تركيب الجزء الخرفي والكنسول الوسطي وهيركيبوا ورده الكراسي وكمان الأبواب من الداخل ورده هيركيبوا طارت الكيادة وكده بتكون دخلية السيارة كلها خلصت حقيقة الشغل ده جميل جدا كمان ما ننساش النساء في السيارة بيتشال وممكن يكون قبيع عادي جدا تعالوا بقى نشوف السيارة وهي بتفتح وتقفل وحدها حقيقة شكلها جميل جدا ودوقتي خلاص جه الوقت أنهم ياخدوا السيارة ويطلعوا بيها وره والحقيقة السيارة شكلها جميل جدا بعد مدة كبيرة جدا من الشغل بتكون سيارة الكونيكس جيسكو انتهت اللي شفنا النهاردة مش مجرد تعديل دي كانت ملحمة فيها صبر وتفاصيل وشغل يا دوي ما فيهوش هزار العربية دي مش بس شبه الكونيكس جيسكو دي شهادة أن الحلم لما بتحطوا قدام الجهود بيقرب جدا من الحقيقة الشباب دول تعبوا في كل تفصيلة من أول قطع الحديد اللي ما كانش لها شكل لحد ما بايت حاجة تشرف تتعرض في معرض مع ما كانت الإمكانات بسيطة الفكرة والإصرار ممكن يخلوا المستحيل يركب عجل أنا محمد حمدي ودي كانت واحدة من أجمل محاولات تحويل لشيء لشيء لأسطورة تمشي على الأرض لو عجبتك الرحلة دي استناني في اللي جاي إن اللي جاي أعظم بكتير لو الفيديو ده عجبك دوس لايك عشان نعرف إن المحتوى ده فارق معاك واشترك في القناة لو لسه جديد عشان عندنا الحلو اللي جاي كتير وفعل الجرس وخليك دايما أول واحد يشوف الجديد وغلالنا عليكم في الكومنتات هل تحبوا تشوفوا مشاريع مجنونة زي دي تاني أشوفكم الفيديو اللي جاي سلام